ومازالت الدولة التواصل جهودها للتحضير لمؤتمر المناخ كوب 27 والتحرك على الصعيدين الدولي والمحلي لمكفاحة تغير المناخ وفي ضوء هذه الجهود التقت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد باللورد البريطاني جولد سميس لبحث عدد من الموضوعات البيئية المختلفة والاستعدادات الخاصة بالمؤتمر ويأتي ذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات الذي يعقد بالعاصمة البرتغالية لجبونة حيث أكدت وزيرة البيئة أنه يجب الاستفادة من نتائج المؤتمرات المتعاقبة للبناء عليها مشددة على ضرورة العمل خلال مؤتمر المناخ القادم على دفع مصار التقادي إلى الأمام